برج التور اللي هو مواليد من 21 إبريل لحد 21 مايو الأسبوعين اللي جايين إن شاء الله ايه الحاجات اللطيفة اللي عنده ياخد باله من ايه طيب أنا شايفة انه ابتداء من بكرة عندهم يوم هايل الأمر عندهم في منزل العلاقات ده بيديهم يوم 12 إبريل حيب عندهم علاقات حلوة ممكن يقدوا أوقات حلوة مع الأصحاب حتى مع العيلة ممكن يكون فيه تفاهم أفضل ومهنيا يعرفوا يكونوا لا ده لو بيشتغلوا يوم الجمعة يعني ممكن يكون عندهم قدرة على الإقناع عندهم يوم مناسب قوي لو عايزين يعملوا انترفيو شغل برضو ده يوم هايل يعرفوا يعرضوا فيه مواهبهم ويبردوا فيه إمكانيات فيه كمان عندهم يوم 15 و16 دول يومين هايلين عاطفيا ومهنيا يعرفوا انهما يكون عندهم طاقة أفضل وقدرة على الإنجاز في الشغل ولو عندهم برضو أولاد هيكون عندهم تفاهم أفضل مع أولادهم في يوم 15 و16 كمان عندهم بقى في الشغل طاقة ويعرفوا يوظفوا جهدهم حلوة ويوم 18 حيبقى يوم خميس 18 إبريل عندهم طاقة ونشاط وحيوية ويعرفوا يوظفوا جهدهم في الاتجاه السليم هلو جدا كمان عندهم يوم 23 ده يوم 3 حيبقى عندهم بقى على الصعيد المالي يوم حلوة اللي تنميت مدخراتهم يعرفوا ازاي يفكروا في أفكار كويسة تزود فلوسهم تزود مدخراتهم أو أملكهم وكمان عندهم يوم مناسب للبيع والشرك اللي هو يوم 23 دكتور فيه كمان عندهم يومين 24 و25 يومين حلوين قوي على جميع الأصعادة صفر حب شغل كل حاجة إن شاء الله يوم 24 و25